مع بدي موسم كطاف الزيتون تشتد الهمم وتنفذ حملات تطوعية مختلفة ترمي إلى مساعدة المزارعين في قطف ثمار زيتونهم خاصة في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري والمسوطنات الجاثمة فوق أراضي المواطنين في قرية أمدار القريبة من بلدة يعبد غرب جنين خصصت وزارة الزراعة يوما تطوعيا لقطف ثمار الزيتون دعما وإسنادا لأصحاب الأرض أول شيء هذه الفعالية اليوم هي تحت رعاية معالي وزير الزراعة الأستاذ رياض عطاري وعطوفة الأستاذ أكرم الرجوب محافظ جنين هذه الفعالية سنوية بتكون فيها وزارة الزراعة بتستهدي في المناطق الجدارية في كل سنة بنختار الأماكن الأكثر سخونة أو أكثر خطورة كمساعدة للمزارعين حتى أنهم يستطيعوا جني هذا المحصول بأسرع وقت ممكن خاصة إنها مناطق محاذية وخطرة جدا هذا اليوم التطوعي شهد مشاركة مؤسسات رسمية وأخرى أهلية إضافة إلى حجدين من أهالي القرية وطلبة المدارس وقوفا إلى جانب المواطنين في جني ثمار زيتونهم لما يشكله هذا الموسم لهم من خير وأحد أهم مصادر رزقهم أمر رحب به أهالي القرية اتعرض القرية دائما بالاعتداءات من كبل جيش الاحتلال في عنا هناك صعوبة من المواطنين أنهم يصلوا لأراضيهم حتى يقطفوا هذه الثمار الزيتوني اللي بيستنوه كل عام مرة في هناك إحنا طبعا منشكر المؤسسات الحكومية والمؤسسات المشاركة في هذه الفعالية اللي ساعدت المواطن حتى يصل لأرضه وقطف ثمار الزيتون وإحنا منتمنى أنها تتكرر هذه الفعالية في كل الضف الغربي في كل فلسطين حتى نساعد فيما بيننا حتى نحصل على هذه الثمار اللي ربنا عز وجل بارك فيها قرية أمدار ليست وحدها التي تعاني من اعتداءات المستوطنين وحرمان أصحاب الأرض من الوصول إلى أراضيهم فعلى امتداد جدار الفصل العنصري هذا وخلفه تقعميات الدنومات حرم الاحتلال أصحابها من الاعتناء بها والوصول إليها لطالما شكل موسم كطاف الزيتون فرصة للمواطنين لتجدد حبهم للأرض في وقت يسع فيه المستوطنين إلى سرقة مزيد من الأرض والاعتداء على أصحابها من قرية أمدار أحمد نزال تلفزيون فلسطين جيني